بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بك في قناة Layze Programmers في الدرس ده إن شاء الله عايزين نركز على نقطة واحدة بس وهي إزاي إن أنا لما دوس على الستارت بوتون التايمر ده يبتدي يشتغل دلوقت أنا عايز التايمر ده يبتدي يشتغل ويعد تنازلي أول لما دوس على الستارت بوتون معنى كده إن إحنا هنبدأ نعمل لسنر ونربطه بالستارت بوتون وبعدين نكتب بقى الكود اللي هيشغل التايمر ده جوه الليسنر بتاع الستارت بوتون طيب تعال الأول نرجع للتصميم وندي ID لكل الفيوز اللي إحنا هنستخدمها أثناء شغلنا طيب إحنا خطوط إننا ندي للفيو ID عملناها كذا مرة فإحنا اختصارا لوقت الدرس أنا اديت ID للتكست فيو ده سميته title تكست فيو وهنا سميته تايمر تكست فيو والبوتون سميته ستارت بوتون وآخر حاجة reset تكست فيو طيب تعالنا نروح للمين اكتيفتي ونعمل declaration وإنشياليزيشن للعناصر اللي إحنا هنشتغل بيها فهاجي هنا فوق الان كرييت أعمل declaration فهكتب لات إنت فار أول حاجة اللي هو title تكست فيو وده هيبقى من نوع تكست فيو بعد كده عندي بقى الطايمر تكست فيو برضو من نفس النوع تكست فيو وبعدين بقى البوتون والريسيت تكست فيو يبقى أنا كده عملت declaration لعناصر التصميم اللي أنا هشتغل بيها طيب عايز أديها قيم بقى أو أعمل لها initialization فهنيجي جوه الان كرييت مثود وبعد الset content view وبعدين نستخدم المثود اللي اسمها find view by id فالtitle text view هتساوي find view by id وما بين القسين دول هكتب ال id اللي هو r.id.title text view ونفس الكلام بقى مع الباقي يبقى أنا كده عملت كمان initialization لكل العناصر اللي أنا هشتغل بيها طبعا الخطوات اللي احنا شرحناها قبل كده كذا مرة هتلاقين بيعملها أسرع شوية طيب هناخد بقى ال start button ونبتدي نربطه بlistener فهنكتب هنا start button dot set on click listener وبعدين جوه اللي سنر ده هنشوف بقى الكود اللي هكتبه عشان يشغل لي الطايمر طيب لحسن الحظ ان التيم بتاع الاندرويد عمل لنا كلاس اسمه count down timer بيقوم بالمهمة اللي احنا عايزينها بالزبط بس الاول انا عايز اكلمك عن الكلاس ده من ناحيتين فاحنا يعتبر الفيديو هيكون متقسم لجزئين الجزء الاول عايز اراجع معاك جزئية كده انت اخدتها اثناء ما كنت بتدرس لغة البرمجة سواء كانت الجابا او الكوتلين او اي لغة من ال object oriented programming عايز اراجع معاك جزئية في ال object oriented programming وبعد كده بقى ندخل على الجزء التاني وهو ازاي هستخدم ال count down timer في الاندرويد عشان ينفذ الحاجة اللي احنا عايزينها في التطبيق بالزبط طيب بس خد بالك احنا هنراجع جزئية اخدناها في ال object oriented programming مش هنشرحها من اوله جديد لا احنا مجرد ان احنا هنراجعها طيب تعال نركز في ال class ده اولا ال class ده اب استراجت class فدي اول حاجة هنلاحظها ثانيا ال con structure بتاع ال class ده بياخد اتنين برامتر واللي اتنين من نوع long طيب وفيه اتنين method عاديين method اسمها cancel و method اسمها start وفيه بقى اتنين اب استراجت method method اسمها on tick و method اسمها on finish يبقى تاني كده ال class اللي الاندرويد تيم عامله ده هو اب استراجت class ال con structure بتاعه بياخد two parameter اللي اتنين من نوع long وعنده اتنين method cancel و start دي مثود عادية خالص وفيه two abstract method اللي هي ال on tick والon finish طيب اول قاعة اللي عايزين نفتكرها مع بعض ان ال abstract class مقدرش يعمل منه object يعني ايه الكلام ده يعني انا ماينفعش ااجي مثلا هنا جوه listener وبعدين اعمل variable val اسميه مثلا my timer وبعدين اخلي ال val ده يساوي object جديد من ال count down timer وهو هنا في ال con structure بياخد اتنين long خلينا نكتب اي ارقام مثلا الف والف هلا ان انا عندي هنا error لو قفت على ال error كده هلا يبي يقول لي can not create an instance of an abstract class يبقى انا ماينفعش اعمل object مباشر كده من ال abstract class لكن ممكن اعمل ايه بقى ممكن اعمل class من عندي وخليه يارث ال count down timer class اللي هو ال abstract class ده وبعدين اعمل object من ال class بتاعي طيب تعال نعمل الكلام ده نمسح الاول السطر ده وبعدين نيجي هنا نطلع بره ال activity خلص ونعمل class نسميه مثلا my count down timer ونخليه يارث ال count down timer class وجوه ال con structure برضه تعالى نكتب اي ارقام الف والف مثلا هنعرف بعد كده اي فايدتها وبعدين نعمل curly braces ده كده class انا عامله اسمه my count down timer وبيارث ال abstract class اللي هو بتاع ال android اللي هو ال count down timer طيب القعدة التانية اللي عايزك تفتكرها ان انت لما تارث من abstract class لازم تعمل override لل abstract method فانا كده عندي ال abstract method دي اللي هي ال on tick وال abstract method اللي هي ال on finish لازم اعملهم override في ال class بتاعي تبقى كده قعدتين احنا افتكرناهم اول حاجة منفعش اعمل مباشرة كده object من abstract class لكن ممكن اعمل انا class اخليه يارث ال abstract class ده ولو عملت كده يبقى لازم اعمل override لل abstract method فانرجع لل android studio لو قفت على ال error ده هلاقي عامل اقتراح هنا بقول لي implement member لو دوست عليه هيقول لي عايز تعمل implement لل on tick ولا on finish طبعا هما الاثنين abstract فانا لازم اعمل implement ليهم هما الاثنين ادوس shift واختار برضو ال on finish يبقى انا كده علمت عليه هما الاثنين وبعدين ادوس ok كده هلاقي ال error اختفى يبقى انا كده عملت override لل on tick method ولل on finish method اللي هما ال to abstract method تمام ممكن اجي بقى جوة listener واعمل هنا variable اسميه my timer وكون بقى object من ال class بتاعي اللي هو my count down timer تمامي بقى تعالى الرجع كده عن اللي قولناه القاعدة الاولى ان انا منفعش اعمل object من count down timer class لانه هو abstract class طيب انا هستفيد بقى من ال abstract class ازاي لما انا منفعش اعمل object منه يبقى هستفيد منه ازاي استفيد منه بان انا اعمل class خاص بي انا وخليه يارث ال abstract class ده وفي الحالة دي يبقى انا شرط اعمل override لل abstract method اللي جوه ال abstract class اللي هما في الحالة دي ال on tick وال on finish وبعدين اعمل object بقى من ال class بتاعي عادي طيب احنا هنعمل دلوقتي نفس اللي احنا عملناه بالظبط بس بطريقة مختصرة همسح ال class ده وهمسح كمان السطر ده وتعالى نشوف هنعمل ايه هنعمل variable هسميه مثلا timer وبعدين هعمل anonymous class فهكتب كده object وخلي ال object ده بقى يارث من ال count down timer class واحنا عارفين ان ال constructor هنا بياخد ارقام long فانا هكتب له الارقام دي وبعدين افتح القسين بتاع ال class طيب خد بالك اللي انا عملته دلوقتي هو هو بالظبط اللي احنا عملناه من شوية لكن دي طرية مختصرة فنفس الكلام انا كده عملت class خليته يارث من ال abstract class وكده مش فاضل غير ان انا اعمل implement لل abstract method فهو برضو مدين error هنا لو وقفت عليه مدين اقتراح implement members ممكن ادوس على الاقتراح ده او ممكن اقف هنا ودوس control i فيقول لي عندك اثنين method abstract اخترهم هما الاثنين وبعدين ادوس اوكي فكده راح اعمل ل override لل on tick method و override لل on finish method طيب تمام انا الهدف من انا راجع معاك الجزئية دي كلها ان انت لما تشوف السنتاجس ده ما تستغربوش وعشان تعرف ان اللي احنا عملناه هنا هو هو بالظبط اختصار لان انا اعمل class من عندي وخليه يارث ال abstract class واعمل override لل abstract method طب انا عايز اخزن بقى object من count down timer في ال variable اللي هو اسمه timer فهاجي هنا واعمل dot start اللي هي الميثود اللي جوه count down timer class لو رجعنا للclass كده هتلاقي ان الميثود start دي نوع الرجوع بتاعها count down timer فانا حتى لو نزيلت هنا كده وبعدين كتبت timer اللي هو ال variable بتاعي ده هلاقي النوع بتاعه count down timer طيب تمام كده راجعنا على ال abstract class وال abstract method وعرفنا ازاي بنعمل anonymous class وبقى الشكل ده من غريب بالنسبة لنا تعال نشوف بقى ازاي هنستخدم الclass ده في الاندرويد عشان ينفذ النقطة اللي احنا عايزينها بالظبط ال count down timer class بسيط جدا والتعامل معه سهل اول حاجة عايزك تركز معايا على 3 ارقام الرقم الاول اللي هو البرامتر ده اللي اسمه mille in future والرقم التاني اللي هو count down interval البرامتر التاني وعايزك برضو تركز معايا في البرامتر بتاع ال on take method تعال نبدأ بالmillie in future انا بكتب هنا الوقت اللي انا عايز ابدأ به يعني احنا في التطبيق بتاعنا مفهوض نكتب 25 دقيقة بس الوحدة اللي احنا بنتعامل بها هنا هي الميلي second مش السكند الميلي second احنا الثانية الوحدة فيها 1000 ميلي second فانا لو عايز اكتب هنا 25 دقيقة هكتب 25 دقيقة في 60 عشان احول لسانية وبعدين عشان احول السانية لميلي ثانية فهضرب في 1000 يبقى انا كده 25 دقيقة في 60 ثانية كده حولت لسانية في 1000 عشان احول للملي ثانية طيب خلنا نبدأ نخلي الموضوع بسيط ونكتب بس مجرد عشر ثواني فهكتب هنا عشر ثواني واضرب في الف عشان احولها لملي ثانية تمام يبقى اول برامتر بياخد مني الوقت اللي انا عايز ابدأ به بس بالملي ثانية فانا لو كتبت عشر ثواني يبقى لازم اضرب في الف عشان احول للملي ثانية لو انا هكتب بالديقة يبقى اضرب في ستين عشان حول لثانية وبعدين في الف عشان حول للميلي ثانية تمام ده كده اول برامتر تاني برامتر الكون تدون انترفل يعني انت دلوقتي عايز العشر ثواني دي تنقص تبقى تسع ثواني بعد قد ايه وبعدين التسع ثواني تبقى تمن ثواني بعد قد ايه طبعا كلام منطقي بعد ثانية فهكتب هنا الف ايه الف دي اللي هي الف ميلي ثانية اللي هي واحد ثانية يعني يعني كأني كتبت واحد ثانية في الف تمام يبقى انا كده الطايمر بتاعي هيبدأ بعشر ثواني وبعدين بعد ثانية العشرة دي تبقى تسعة بعد ثانية كمان تبقى تمانية سبعة ستة وهكذا طيب عندي هنا بقى مثوت جميلة جدا اسمها on tick الميثوت دي هيتعمل لها كولينج او هيتم النداء عليها وتنفيذ الكود اللي جواها كل ثانية لان انت كتبت هنا ان الانتيرفال يبقى ثانية فانت كل ثانية البرنامج هيقرأ الميثوت دي يعني كده هيقرأ الميثوت دي هنا عشر مرات لان انا كاتب الوقت الكل عشرة والانتيرفال ثانية يبقى الميثوت دي هتتقرأ عشر مرات فدي بالنسبة للانتك ميثوت طيب تعالى نجرب الكلام ده نعمل هنا لوج دي وبعدين التاج خليه كلمة تاج نفسها نحطها كده في سترينج تعالى نعمل رون ونفتح اللوج كات ونكتب هنا كلمة تاج طيب تعالى ركز بقى قبل ما ندوس على البوتن دلوقت احنا زبطين الوقت على العشر ثواني والانتيرفال على ثانية واحدة فانا اول بقى ما دوس ستارت هتبتدي الانتك تتنفذ والجملة اللوج دي تتنفذ فهلاقي انتك مرات تانية التالتة الرابعة لحد عشر مرات طيب والانتيرفال ثانية ايه وظيفتها تعالى نعمل هنا لوج دي ونخلي برضو التاج كلمة تاج نفسها ومن اسمها الميثوت دي بتتنده في الاخر خالص بعد ما نخلص العشر ثواني بيتعمل بقى للانتيرفال كولينج والكود اللي جوه هيتنفس طيب تعالى نصغر المدة شوه نخليها بس خمس ثواني ونعمل run ونفتح اللوكات نستنى على ما يعمل run طيب خد بالك بقى ان احنا دلوقت صبتنا الوقت على خمس ثواني فالمفروض الانتك ميثوت هيتنديح عليها أربع مرات والمرة الخمسة اللي هي الأخيرة الانفينيش هي اللي هيتنديح عليها فتعالى ندوس ستارت هلاقي كده انتك مرة التانية التالتة الرابعة والخمسة بقى الانفينيش اللي هي آخر مرة طيب ممتاز جدا تعالى نراجع كده سريعا الاثنين برامتر اللي انا بكتبهم في الكونستراكتور اول واحد هو الزمن الكلي اللي انا عايز ابدأ من عنده بس بيتكتب بالملي ثانية وإحنا عارفين ان الدقيقة فيها ستين ثانية والثانية فيها ألف ملي ثانية والبرامتر التاني هو الانترفال وده غالبا بيبقى ثانية واحدة اللي هي ألف ملي سكند طيب لو انا عامل هنا خمس ثواني يبقى انا الانتك دي هيتم تنفيذها أربع مرات كل ثانية مرة والمرة الخامسة بقى الانفينيش هي اللي هي تم تنفيذها طيب جميل جدا فيه برامتر هنا بقى مفيد جدا بالنسبالي اللي هو البرامتر ده احنا نغير اسمه عشان يكون اسم لي معنى هنسميه مثلا طايم ليفت اللي هو الوقت المتبقي يعني البرامتر ده اول ما دوس على الستارت بوتن هيبقى خمس ثواني تمام كده طيب بعد ثانية البرامتر ده هيبقى اربعة هيبقى يساو اربعة بعد ثانية كمان هيساوي تلاتة بعد ثانية كمان هيساوي اتنين بعد ثانية كمان هيساوي واحد يبقى ده قيمة الوقت المتبقي البرامتر ده بقى انا هستفد منه فاننا هوعرض الوقت المتبقي على الشاشة هنا كده في الطايمر text view فانا ممكن اجي هنا امسح بقى log statement واكتب هنا طايمر text view dot set text طبا احنا عارفين ان المynthود سيت تيكست دي بتاخد string فانا هكتب هنا time left اللي هو long بس dot to string طيب وفي ال on finish هنعمل toast فانكتب toast dot make تيكست اول برامتر this بس هنا this مش المقصود بيها الكلاص اللي احنا فيه اللي هو ال count down timer لا this هنا المقصود بيها ال main activity لان التوست دي هتظهر في ال main activity فهختار التانية دي this add main activity وبعدين تاني برامتر هنكتب فيه مثلا كلمة finish وتالت برامتر المدة هنخليها toast dot length short وبعدين ما ننساش نعمل dot show تمام يبقى انا كده اول ما دوس على ال start button هعمل object من count down timer class هيبقى عبارة عن 5 ثواني وال interval ثانية واحدة ال on take method هتتنفذ اربع مرات كل مرة جوه timer text view هكتب الوقت المتبقي ولما الوقت يخلص خالص هنلاقي toast ظهرت مكتوب فيها finish وبعدين عملنا start للتايمر ده طيب تعال نعمل run طيب كده بقى لما دوس على ال start button هلاقي ال on take method تبتدي تتنفذ ويبتدي الوقت يعد تنازلي من خمس ثواني لحد ما يخلص وبعدين هلاقي toast ظهرت اللي هي موجودة في ال on finish method طبعا الوقت مكتوب هنا بالملي ثانية ودي واحدة صغيرة جدا فاحنا في الدرس الجاية ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل reformatting لل timer text view بحيث ان هو بقى يعد هنا كده بالدقايق وبالثواني عادي مش بالملي ثانية طيب تمام يبقى احنا كده في الدرس ده اتكلمنا بالتفصيل عن ال class اللي هو اسمه count down timer ورجعنا جزئية ال abstract class واهم حاجة عندي ان انت السنتاجس ده مبقاش غريب عليك لان احنا كل abstract class موجود في ال android لما نيجي نستخدمه هنكرر نفس السنتاجس ده اللي هو انا بعمل anonymous class بخلي ال compiler هو اللي يعمل لي ال class ده من غير مشغل بالي بقى باسمه بالبرامتر بتاعه والكلام ده والclass ده بيارث من ال count down timer وعمل override للapp extract method اللي جوه ال class طيب الاثنين برامتر اللي في ال constructor عرفنا ان ده هو الوقت الكلي وده ال interval وفيه برامتر هنا مهم اللي هو الوقت المتبقي جوه ال on tick method ده انا بقى باستغله عشان اظهره على الشاشة وبعد ما الوقت يطلس بلاي ال on finish method تبتدي تتنفس في الدرس الجاي ان شاء الله هنعرف ازاي نعمل reformat للتكست اللي هيتكتب جوه ال timer text view فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للقناة اشوفك الدرس الجاي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته